موسيقى السلام عليكم اه عاملين ايه؟ نصلي على سيدنا محمد الاول عليه عبدالله السلام ميديو النهاردة هيكون عن زيت املة هتكلم عن مكوناته هتكلم عن فوائده اه والاضرار هتكلم عن شعرك بالنسبة للريحة النومة التجاعد اللون هتكلم عن التساقط والنمو وغريقة الاستخدام لو انت مهتمة كملي للاخر بيتامين جين وبيتامين الف احماض امينية كالسيوم مغنيسيوم كاروتينات وكتين فوائد هو ليه عشر فوائد اه اولهم ان هو بيقاول شعر وبيغزي فروة الراس وبيحفز نمو الشعر وكمان بيقلل ملن تساقط وكمان بيعمل لي كوقايا من قشرة الراس طبعا انا قصدي على الجفة ولو عندك جفاف فروة الراس بيعالجه وكمان بيعالج الالتهابات بيحسن مظهر الشعر وكمان بيجديه في لمعة وحيوية للشعر وبيحميه من التقصف وحماية فروة الراس من القشرة الجفة الجفاف الالتهابات وكمان لو انت عندك شيب بيخفف منه جدا وتقدري كمان تستخدميه لو انت سبغتي شعرك واللون فاتح قوي وعايزة تغمقيه وممكن تستخدميه بديله برضه لو انت عايزة تغمقي شعرك زيت الخروع او الزتون هتكلم دلوقتي عن اضراره اولهم الحساسية عشان كده لازم قبل ما تستخدميه اي حاجة اذا انت مش متعودة عليها لعملي اختبار حساسية ايه اختبار الحساسية ده انك تجيبي من الزيت حبه على ايدك حبه على الابتك وحبه على فروة راسك وشعرك في مكان مش باني يعني مثلا ممكن تيجي عند اخر فروة راسك اه وكمان لو حطيتي منه كمية كتيرة اه ممكن يقفل المسام فممكن يقدي ان هو تساقط وممكن ان هو يبقى تقيل على فروة راسك وممكن يعمقلك لون شعرك لو انت شعرك لونه فاتح وانت عايزة فاتح ومش هينفع لو انت شعرك دهني اه لانه هيخلي دهني زيادة وشعرك هيتوسخ عدد مرات اكتر وهتضطر يتخسليه كتير جدا هتكلم دلوقتي عن ريحته واللون وهتكلم عن النعومة اللي هو نعومة الشعراية وهتكلم عن التجاعد او شكل الشعر او الامواج اللي في شعرك اه هبدأ بالريحة هو ريحته مش حلوة بالنسبة لي اه بس في ناس كتير وبنات كتير بتقولي ان ريحته عادية بس انت لو كترتي اه هتبقى ريحته مش حلوة خالص فانت تحطي حبه صغيرين جدا على الاطراف لو شعرك بيتقصف بالنسبة لللون اه ممكن يعمق شعرك درجة او درجتين على حسب الاستجابة مش اكتر من كده هو درجة او درجتين بس اه بالنسبة لنعومة الشعراية انا اديته عشرة من عشرة اه لانك هتحسي ان الشعراية ترطبا ونعمة في ايدك ومن غير تقصف كمان لان التقصف هو اللي بيخلي ملمس الشعراي مش حلو بالنسبة للتجاعد او تغيير شكل الشعر مش هيغير شكل شعرك خالص يعني يقدي له اثنين من عشرة بالنسبة للتساقط والنمو هو مش للتساقط او انا مستخدمتوش قبل كده للتساقط هو دايما مشهور بانه بيطول الشعر هو فعلا طول شعري في فترة قصيرة حبه حلوين بس انا مستخدمتوش بطريقة مباشرة على فروة راسي انا كنت بستخدمه على اطراف شعري حبه خفاف جدا فحافظ على الشعر من التقصف فما بقيتش تتكسر فالشعر بالتالي بقى يطول من غير تقصف ولا يتكسر فانت لو شعرك طويل اصلا وعايز اتحافزي على طوله ممكن تستخدميه بالنسبة لطريقة الاستخدام في اكتر من طريقة اه اولهم انك تقومي جاي بقى حبة زيت منه حطوهم على فروة راسك وعلى شعرك قبل ما تختليه بساعتين وانت ممكن تحطيه اصلا 15 دقيقة او 30 دقيقة لان الحاجات الطبيعية الشعر بيمتصاب سرعة وفروة راسك برضو ممكن تمتص الزيت في 15 دقيقة بس وهتبقي استفدت منه برضو وفي طريقة تانية لو انت هتستحميل ريحته او لقيت ان ريحته مش مزعجة بالنسبة لك انك وانت شعرك منات دي مش مبلول اه تقومي جايه مثلا من اطراف شعرك اللي هو من نص شعرك اه تقومي جايه موزعهم عليهم ومسرحاه وهتبقي استفدت منه اه برضو وهكده هيكون طول الشعر بطريقة غير مباشرة لانه هيحافظ على شعرك من التقصف اه دي كانت نهاية الفيديو معايا اه هتلاقوا على القناة رفيهات كتيرة هتلاقوا فيكم ام التشغيل خاصة بالشعر لو حابين تشوفوها اه دي نهاية الفيديو ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد